يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن منزي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنا وخزائني لا تنفذ أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضميت لك رزقك فلا تتعب فوعزتي وجلان إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودة وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقه أيعيني رضيف عيش أسوقه لك يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد يا ابن آدم أنا لك محب فبحق عليك كني محبا لا تسألني رزق غد ترجمة نانسي قنقر